السلام عليكم شهر جديد وتطبيقات جديدة مع تطبيقات شهر ستة أكيد كالعاد اخترت لكم أفضل تطبيقات والختام مع تطبيق للخلفيات ولعبة متميزة ومباشرة أصدقائي ننتقل للهاتف وبالانتقال لهاتفنا أصدقائي ولتطبيقاتنا الموجودة معنا مجموعة من التطبيقات الجميلة نبدأها مع كليفر تايب هذا التطبيق فكرته أنه عبارة عن كيبورد لكن كيبورد مو عادية كيبورد تعمل بالذكاء الاصطناعي فلو انتقلنا بشكل سريع لما كان نكتب فيه راح نشوف أنها واجدها كيبورد عادية لكن هون في عنا شعار تشات جي بي تي متى ما ضغطنا عليه يكون في عنا مساعدة من تشات جي بي تي وهون في عنا أيضا تعرف على الكلام فرح يكون في عبارة عن عمليات كثيرة من ترجمة من بعض الأمور اللي تشات جي بي تي بتقدمنا إياها وهي بشكل طبيعي يعني كيبورد اللي أنت بتعرفها ومعندك في هاي مشكلة وحكينا له هيك مباشرة رح يأخذنا على أسك تشات جي بي تي ويبلش يجيب لك معلومات هذا في حال كان حدا عم بيسألك شيء وانت مباشرة بدك تجاوب عليه فرح تلاقي انه نفس الكيبورد تبعك تعطيك الإجابات طبعا هالكلام بنطبق على كثير من الأمور اللي أنت بدك يا شايفين مباشرة الجواب خلال حديثي صار جاهز فبتفيدك هاي الكيبورد بكثير أشياء أما تطبيقنا التالي أصدقائي واللي هو مايكروسوفت ماث تطبيق رهيب جدا بالنسبة للطلاب سواء الجامعات أو المدارس أو أي حدا يعني ما زال بتعامل بالرياضيات مع المعادلات مهما كانت معقدة شو اللي بيميزها تطبيق اللي بيخليني أحكي عنه وبداية نفيه عنها لسكان هون أي معادلة مكتوبة معك على ورقة كل ما عليك أنك تعملها صورة تأخذ لها صورة بهذا الشكل هون حطينا بهذا الشكل وروح مباشرة بمحث عنها بيشوفها ويجيب لكها هون محطوط أمثلة عنها عن صور موجودة مباشرة فلو أخذت أي صورة منها مثلا يعني شيء بسيط مباشرة بيحولها لكتابة وبيعطيك حلها هاي ميزته مهما كانت طبعا مثل ما حكينا معقدة تكتوب ثاني واللي هو الرسم انت مثلا بدك ترسم هون بيتعرف على الشي اللي انت حطيته مباشرتها بيعطيك هاي الحل الخاص فيه وآخر شي تايب انت هون تكتب مهما كانت معقدة المعادلة بيحلك ياها فتطبيق مفيد يا جماعة بالنسبة للناس اللي بيبحثوا على هيك أشيء أولا تطبيقنا الثالث أصدقائي واللي هو باور درين أنا وعم بتحدث معكم تطبيق طالع في فوق إذا ملاحظين خط الزرق واللي هو بيعطيك نسبة شحن البطارية لو ضغطنا عليه ودخلنا راح نشوف انه في عنا البطارية فمحطوطها بالأعلى طبعا فيك كمية تخصيصات ترهيبة جدا انت فيك تغير اللون فيك تعمل الحالة فيك تعمل كل شي لهاي البطارية او لهذا الخط تزيده تخففه الشفافية وطبعا فيه الانيميشن خانس متما حطيت الهاتف بالشحن طبعا ايضا لو حطينا عشارة الزرق راح نشوف انه في عنا اشياء ثانية ممكن نحطها عندك سرعة الشحن عندك زاوية الشاشة الدائرية عندك سخدام شهر لباقة الانترنت للصدامات اليومية كمية اشياء كثيرة فيك تحطها انت مثلا تردد المعالج بيعطيك كم استهلاك المعالج هاي ما يظل يتغير فوق بالأعلى مثل المتشافين حاليا فيه استهلاك على المعالج فاذا بيعطيك لكثير اشياء لو كنت قافل الشاشة وحاط الشحن ايضا انا اللي هات تشتغل بكل بساطة ما عند غير مشكلة بصير يطلع الخط ويتحرك هيك اصدقائي مكون حكينا عن مجموعة من تطبيقات الثلاث الاولين اللي معنا تطبيقات جميلة وهون خليني اذكر بشي ساعة تذكير بسيط اصدقائي بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس انه عدد كبير منكم ما عم بيوصلوا اشعارات الفيديوهات فحتى لو انفعل لو سمحت الغي تفعيل زر الجرس وارجع فعله مرة ثانية موضوع بسيط وسهل جدا واكيد شارك الفيديو مع اصدقائك القناة باستمرار بحاجة لدعمكم وفي قناة للتليجرام اللي بحطك فيها كل الفيديوهات والتطبيقات ومواقع بنشرها بحساباتي الثانية كل شي موجود بقناة التليجرام فيك تشوف الرابط موجود مثبت بالتعليقات وايضا بالوصف التطبيق اللي بعده اصدقائي سليب ويف بالنسبة للناس اللي بيعانوا من موضوع الالارم الصباحي اللي صوت الالارم اذا بيشتغل باي وقت بيعملهم قلق حتى اثناء ظهر نصاحيين باي وقت لانه فعلا بيصير ينطبع بمخك وبذاكرتك عطول هذا التطبيق بيقدملك مجموعة من الالارمات او المنبهات الصباحية اللي فعلا رايقة بشكل كبير يا جماعة يعطيكم فكرة بسيطة عن الاصوات كيف تشتغل والحركات اللي بتصير فشكل سريع يعني فيه هدوء فيه رواب هاي طبعا الها بس حط اذاك عليه بصير يتحرك بهذا الشكل شيء جميل يعني طيب فيك تحط لهون الالارمات وبعدها او منبهات وبصير يشتغل بالاضافة انه بيراقب حركة النوم عندك طبيعة النوم عندك ساعات النوم عندك كل شيء بيصير اثناء النوم بيعمل له وبيعطيك تحليل تفصيلي لهذا الموضوع اما تطبيقنا التالي اصدقائي اللي هو باتش ان انستولر بالنسبة للناس اللي بتعاني من وجود كم هاء التطبيقات اللي عندها او بالنسبة للناس اللي تطبيقات عم تحذفها او عم تحذف بشكل كامل هذا هو افضل خيار وحل عندك طبعا هون بتحطه تبلش تشوف التطبيقات اللي عندك شو الفكرة منه هو عبارة عن فقط تصنيف لتطبيقات الموجودة مثلا انا هون بدي اختار تطبيقات اليوزر اللي انا منزلها عندي بيبلش حذف بكل بساطة بس احدد هيك بهذا الشكل وبفضي وبحذف فانت عمليا هون عم بتراقب التطبيقات الموجودة عندك ولما تحذفها عم تأكد انهم حذفت بشكل نهائي ما عم بيضل عندك ولا اي شيء التطبيق التالي اصدقائي تطبيق رهيب جدا وجميل بالنسبة للناس اللي عندهم اصدقاء بيضلوا يسألوهم بحولوا يقدمونهم شروحات وبيعانوا دائما صعوبات او ناس بمجال عملها سواء كانوا مهندسين او مدربين او اي شيء التطبيق له فوائد عظيمة بهذا المجال شو فكرته بعد ما تدخل على التطبيق وتنزله عندك وتعطيه صلاحيات ولازم تعمل حساب اليك والطرف الثاني ينزل ويعمل حساب انا هلا عامل شيء تجريبي بتشغله هيك بحكي لك اعمل لي قراءة لكل مكان زاوية كاملة بديشوف المكان الموجود عندك بعد ما اعمل قراءة لكل مكان الموجود عندي يا جماعة بصير على اي شي بدي اياه بحدد بس مثلا بحط دائرة بحط نقطة بحط شيء او ملاحظة اذا بدي اشرح له اياه وهو بيشتغل بالواقع المعزز الاغمانتدرية الاتفاة راح تضل الدوائر والاجسام والاشياء موجودة فانت بتكون عم تعطي شرح وعم بتأشر له على اشياء اللي هو لازم يشوفها وبالتالي يعني انت راح يكون في عندك شرح كافي ووافح سما ضلو تحكيلو هايلي هون وهايلي هون لا انت عم بتأشر له بالكاميرا وعم بيشوف عنده بطريقة لايف ومباشرة وكل عادة اصدقائي قماني مهي احنا الفيديو لازم يكون في عنا مجموعة من الخلفيات ولعبة متميزة واليوم معنا مجموعة من الخلفيات الجميلة جدا والي هي وان فور وول خفيات جميلة جدا تتجدد تتغير بشكل مستمر الوان غنية حركات جميلة هذا تطبيق يا جماعة بيقدم لكم مجموعة هائلة من الخلفيات بنصح فيه بشكل كبير لعبتنا اليوم يا جماعة اللعبة يعني جميلة رائقة وبسيطة بنفس الوقت بدها تفكير وبدها يعني سرعة بديها اللعبة اسمها زينك انت موجود بمثل جزيرة ومعك انتهي الكرة وبدك تسقط كل هذول الاهرامات او المثلثات تكون معك مجموعة من الحركات محدودة واي حركة بتعملها تبلش هاي الجزيرة تتأكل فعلى سبيل المثال انا بدي أزيتها بهذا الشكل بسرعة خلصت فز طبعا الان احنا بنحكي عن بعدني المستوى الخامس فامر طبيعي اني اخلصها بشكل سريع مراحل متقدمة راح تبلش الصعوبة وتبلش عندك الحركات تقل وتبلش الجزيرة تصغر بشكل اسرع فالمفروض تكون في عندك سرعة بديها لهذا الموضوع شايفين الان ما عدت فيني اضربها خلاص علقت لازم يكون معك مساحة انك تضرب لحتى تسقطها فبالتالي راح اضطر اني ارجع اعيد واشوف هون الطريقة الافضل لحتى اني افوز فيها هذا هي هيك اصدقائي وصلنا لنهاية تطبيقاتنا لليوم هيك اصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو واتمنى يكون لعجابكم واستمتعتوا فيه وكالعادة التطبيقات كلها موجودة بأكيد صندوق الوصف والفيديو مقسم حسب التطبيقات فبكل سهولة بتوصل لتطبيق اللي بدك يا وبتضغط اكيد على الرابط وبتنزده مباشرة اي سواء اي سفسار اصدقائي بالتعليقات حط لي افضل تطبيق عجبك وكالعادة كماكم عبيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته